وهاي مدالية ذهلية للعراب وعسفه السلام الوطني بالدبي فأنا مدالك شو ما طيتوا رح أطي بطيخة هاي بس هاي هاي بس هاي البطيخة حصلها هاي حسن جاهز حديثة البطيخة دعتنا للتوجه إلى الشعلاء فما هي قيمة البطيخة مقارنة بالذهب هنا حيث تدرب حسيا وحصد الذهبية في أبوظبي عاد بعدها للعراق ولم يجد أحد في استقباله شفت المعانات وشفت الطب وشفت القاعد يعني تحقيق هذا الإنجاز بمجهود فردي ومجهود شخص يعني مجهود مدرب ولاعب فقط بدون أي دعم مادي أو معنوي كل شي نحتاجه يعني أي دعم ما جاء نحصل بحيث هاي البدلة يعني ما جاء نحصلها من الحكومة هاي البدلة يعني صراحة طانيها الاتحاد الأسيوي والتحاد الأماراتي بس فلوس التكسيات وزعنا للولد صعدوا التكسيات ورحنا للبيتنا وفي مالا وجينا ثاني يوم أدي تصوير حتى ما يعرفون وجينا ثاني يوم نظفنا قاعتنا شوفك يا أدنا تصوير نظفنا قاعتنا وراتبنا وقلنا العوض على الله لا صحة لرواية البطيخة تقول الأولمبية العراقية التي وجهت بتكريم اللاعب والمدرب لكنها اشتهكت من قلة التخصيصات لدعم الألعاب الفردية تم تكريم اللاعب البطل وتكريم المدربة وأيضا احنا كاتحاد فخورين جدا بهذا التكريم فنحتاج إلى دعم أكثر لأن حقيقة احنا الميزانية جدا قليلة لا تكفي إلى إقامة يعني بطولة وبطولتين وإحنا بالكالندر ما نتكثر من 8 إلى 10 بطولات خارجية وبعيدا عن رواية البطيخة من هذه القاعة حقق العراق خمس ميداليات أخرى في آسيوية أبوظبي فيما ينتظر هؤلاء الشباب البنى التحتية للتدريب ومن ثم التحفيز من بغداد عرب القحطان الشرقية نيوز ترجمة نانسي قنقر